هلو مرحبا بيز بيوبينيو هذه مستر محمد طالحة نيو رواتشينج لارن انجلش مستر طالحة حبيبي طلبة وطالبات الصف الثاني العدادي اهلا بكم مرة تانية في جرامر الدرس التالت والرابع في الوحدة التانية واللي بيكلم عن الادفربس أوف مانر يعني احوال الطريقة شكل ما احنا عارفين ان الادفربس كتير ومن ضمنها الادفربس أوف مانر اللي احنا حناخدها النهاردة يعني الانية تعstream احوال الطريقة وليس موها احوال طريقة لانها بتوصف طريقة حدوث الفعل قبل ما نتكلم عن احوال الطريقة نتكلم الاول عن الصفات أو القديم ايه هي القديم؟ ايه هي الصفة الصفة يعني هي كلمة بتوصف الاسم او بتوصف الضمير العيد على الاسم. تاني الصفة كلمة بوصف فيها الاسم او بوصف فيها الضمير العيد على الاسم for example على سبيل المثل لما يقول لي احمد is fast يعني احمد سريع لو انا سألتك ايه fast دي هتقول لي سريع بوصف فيها مين هتقول لي بوصف فيها احمد فبالتالي بقول على fast دي ما لها صفة adjective تاني بقول عليها صفة ليه لاني وصفت بيها احمد اذا احمد سريع اذا سريع هي الصفة طيب لو بصينا لجملة تانية لو قلت رامي طول رامي طويل لو قلت لك طول دي ايه هتقول لي كلمة بوصف فيها رامي فبالتالي طول بقول عليها صفة تاني الصفة كلمة بوصف فيها الاسم او الضمير العيد على الاسم شكل ما احنا شفنا كده ان الصفة ممكن تيجي بعد الاسم ويجي ما بينهم verb to be وممكن الصفة تيجي قبل الاسم for example على سبيل المثال لما اجا اقول لك هالا is a good girl هالا is a good girl يعني هالا دي بنت جيدة لو قلت لك فين الصفة بتاعتي هتقول لي good بوصف بيها مين هتقول لي بوصف بيها girl عشان كده قلت a good girl ولاحظ طالما الاسم الموصوف مفرد دايما بيتلاقي قبل الصفة a or an فبالتالي قلت a good girl طب نشوف الجملة التانية يقول لي they are good girls they are good girls يعني دولة بنات كويسين طيب فين الصفة بتاعتي هلقيها good بتوصف مين بتوصف ال girls فبالتالي good صفة بوصف بيها اسم طب ما جابش يا مصر هنا a او an ليه هقول عشان الاسم بتاعي جمع اذا كانت الصفة بتوصف اسم جمع ما ينفعش احط قبلها a ولا an وطبعا الصفة زجاج جاية بعد الاسم وقبلها verb to be طبعا كده كده ما ينفعش احط قبلها a ولا an يبقى هنرجع نقول ان الصفة كلمة بوصف بيها الاسم طب تعال نشوف بقى ال adverb of manner يعني حال الطريقة حال الطريقة قالك هي كلمة بوصف بيها طريقة حدوث الفعل وعشان كده سموه حال طريقة ليه لاني بوصف بيها الطريقة اللي بيحدث بيها الفعل يعني تعال نشوف الميثالين دول احمد is sad يعني احمد حزين لو انا قلتلك sad دي بوصف بيها مين هتقول لي بوصف بيها احمد يعني بوصف بيها الاسم بتاعي فبالتالي ساد دي بقول عليها صفة طب تعال نشوف الميثال التاني احمد is crying sadly معنى الجملة احمد بيبكي بحزن لو انا بصيت sadly اللي هي بحزن حلاي بوصف بيها الطريقة اللي احمد بيبكي بيها وطالما بوصف الطريقة اللي الفاعل بيقوم بالفعل بيها فبالتالي لازم اقول على ده حال يبقى الحال هي الكلمة اللي بتوصف طريقة حدوث الفعل لو اتيلك احمد بيبكي ازاي how is aحمد crying you will say he is crying sadly يبقى دايما الكلمة اللي بوصف بيها الطريقة اللي بيحدث بيها الفعل بقول عليها حال يبقى ساد لي ده حال ليه لاني بوصف طريقة البكة بتاعة احمد طيب لاحظ sadly جاية من ساد ازاي هتلاقيين ضفت ly ودي الطريقة اللي معظم الاحوال بتيجي فيها من الصفات احوال الطريقة بتيجي من معظم الصفات باضافة ly يعني لو بصينا على الاحوال دي quick حاليها quickly quite quietly bad badly sad sadly kind kindly happy happily slow slowly يبقى معظم الاحوال احوال الطريقة بتيجي من الصفات باضافة ly ولكن اكيد فيه احوال حاليها شزة يعني ما بتتبعش القعدة دي يعني ما مضف لهاش ly يا اما بتتغير تماما يا اما حلقيها شكل ما هي يعني عند good الحال منها will اختلف تماما عند fast الحال منها fast هي هي الحال هو الصفة طب منين يا مستر هعرف ان ده حال وان ده صفة قال لك على حسب لو توصفه حنشوف ازاي دلوقتي fast fast hard يبقى تمشي احوال وتمشي صفات وحنشوف دلوقتي امتى حعرف انها صفة وامتى حعرف انها حال يبقى تاني الصفة كلمة بوصف فيها الاسم او الضمير اللي عيد عليه والحال بوصف فيه طريقة حدوث الفعل تعالى بقى نطبق ونشوف الامثلة دي ويطرح هنفهم ولا مش هنفهم تعالى بقول لي طبعا اكيد انت عارف ان slow هي الصفة وسلولي هو الحال طب لو انا قلت لك سامي اس هتقول لنا بوصف هنا مين هتقول لنا بوصف سامي فبالتالي لازم اختار الصفة فين الصفة slow فعيزا هقول سامي اس slow ليه لان بوصف الناون الاسم بتاعي وهو سامي فبالتالي هقول سامي اس slow اذا هنا هاخد صفة تعالى نشوف الجملة اللي قرارة سامي واكس slow or slowly طب يا ترى هنا سامي بيمشي انا عايز اوصف سامي ولا اوصف الطريقة اللي بيمشي بيها اكيد هتقول لي انا عايز اوصف الطريقة اللي بيمشي بيها فبالتالي هقول سامي واكس ها slowly طبعا ما عايز اوصف الطريقة اللي بيحدش بيها الفعل اكيد هاختار حال والحال هو الصفة اللي فيها الواي ضفتلها الواي فبالتالي هقول slowly سامي واكس slowly يبقى لما وصفتي سامي جبت slow ولما وصفت الطريقة ماشي سامي جبت slowly طب تعالى نشوف المثال الثالث رانا is good or well at english يعني رانا دي كويسة في الانجليزي هنا انا بوصف مين هتقول لنا بوصف رانا طب رانا دي ايه اللي ده اسم فبالتالي لازم اجيب صفة طب الصفة فين قال لي good so it will be رانا is good at english رانا is good at english طب تعالى نشوف المثال اللي بعده رانا speaks english good or well لو انا سألتك هنا انا عايز اوصف رانا والله اوصف الطريقة اللي بتتكلم بيها انجليزي هتقول لي ايوه انا عايز اوصف الطريقة اللي بتتكلم بيها انجليزي فبالتالي طالما اوصف طريقة حدوث الفعل لازم اجيب adverb حال فبالتالي هقول رانا speaks english well رانا speaks english well تعالى بقى نشوف ازاي بتيجي في الاخطار بيجيب لي جملة شكلي دي يقول لي هنا لازم اسأل نفسي يا طرى انا بوصف رانا هنا بقى انا لازم اسأل نفسي يا طرى انا بوصف مونة والله بوصف الطريقة اللي بتجري بيها بقول لي مونة رانز مونة بتجري بانا عايز بسرعة يعني عايز الطريقة اللي بتجري بيها مونة فبالتالي انا عايز حال مش عايز صفة فبالتالي ما ينفعش اقول quick المفروض اقول طبعا هنا لو سألتك هو انا بوصف هالة ولا بوصف الطريقة اللي بتيت حاج بيها هالة هتقول لان انا بوصف الطريقة اللي بتيت حاج بيها هالة وطالما بوصف طريقة حدوث الفعل يبقى عايز بحال طب هل الحال هابي هتقول لها مصر الحال هو طبعا هنا للاحظ ان انا بقلب الواي اللي بلوح حرف ساكن لاي وبعدين ازود الواي هالة لفظ هابلي هالة لفظ هابلي يبقى اذا لازم اركز واعرف هل انا عايز صفة بوصف بيها الاسم ولا عايز حال بوصف بيه طريقة حدوث الفعل تعال نشوف بقى ازاي بفرق هل دي صفة ولا حال يعني احنا عقلنا في بعض الصفات بتمشي برضو احوال هعرف ازاي انها صفة او حال قال لي على حسب الكلمة اللي هي بتوصفها لو بتوصف اسم بقول عليها صفة لو بتوصف طريقة حدوث فعل بقول عليها حال يعني انا عندي كلمة شكل كلمة فست فست تمشي سريع وتمشي بسرعة يعني تمشي صفة وتمشي حال لما قولك هاني سريع هنا انا بوصف مين هتقول انا بوصف مين ها هاني فبالتالي بقول على فست هنا صفة طب تعال للجملة اللي بعدها هاني بيجري بسرعة لو قلتلك انا بوصف هنا مين هتقول لي بوصف طريقة جري هاني فبالتالي بقول على فست هنا حال طب تعالى المثال اللي بعده هالة متأخرة لو قلت لك أنا بوصف مين هتقول لك أنا بوصف هالة يبقى بوصف اسم فبالتالي هنا صفة طب تعالى نشوف هالة يعني هالة بتيجي متأخر لو قلت لك أنا بوصف مين هتقول لي أنا بوصف طريقة المجيب بتاعة هالة فبالتالي هنا ليت بقول عليها حال تاني بقول عليها حال طبعا من الحاجات اللي الناس بتطلقبط فيها هي كلمة لان معروف ان الحال منها برضو فبيجي لي في الاخطاء ويقول لي طبعا الناس اول ما بتشوف كده بتفكر ان خلاص قالها طب ما هي حال خلاص وعند وانا بوصف الطريقة اللي سارة بتذاكر بها هقول لك جميل جدا بس قال لك ده مش حال طريقة والحال من هو انا عايز اقول لها بتذاكر بجد طيب قال لك الحال من فبالتالي ما ينفعش اقول سارة ستادز هاردلي ما المفروض اقول لي اقول سارة ستادز هارد لان الحال من هارد هو برضو هارد هارد ده حبيبي بقول عليه حال طريقة امال ايه هاردلي يا مستر قال لك لا هاردلي ده بقول عليه يعني ظرف من ظروف التكرار يعني بيجي قبل الفعل يعني لو عايز يقول لي سارة قلمة تذاكر هقول لي سارة هاردلي ستادز وحتلاقي ان المعنى مختلف تماما يعني ايه المعنى مختلف تماما مستر سارة ستادز هارد معناها ان سارة بتذاكر بجد يعني بتذاكر كتير جدا اما سارة هاردل ستادز معناها سارة قلمة تذاكر يعني بتذاكر قليل جدا يعني احوال الطريقة ودي الكلمات اللي بتوصف طريقة حدوث الفعل وبتيجي من الصفات باضافة الواي ولكن طبعا في احوال شازة يعني بتتغير عن الصفة او بيبقى هي هي الصفة وبعرفها على حسب الكلمة اللي بتوصفها لو كانت بتوصف اسم فهي صفة اما لو كانت بتوصف طريقة حدوث فهو حال شكرا لكل زمان لك عشان الكل يستفيد ان شاء الله وتابعونا في باقي الحلقات هنكمل الجرمال كله ان شاء الله على القناة جوباي سلام عليكم